سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي يخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديانهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصون من الله حصون من الله فأتاه الله من حيث لم يحتسفوا وقلف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجناء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله سديد العقاب ما قطعة من لينة أو تربتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خيل ولكن الله يسلط رسوله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخلوه وما نهاكم عنه فأنتهو واتقوا الله إن الله سديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويحصرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصا ومن ينقشح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون يا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رغوف رحيم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإقوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا فيكم أحدا أبدا وإن قوتلهم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقمون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جذر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار قالدين فيها وللك جزاء الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته مخاشعا متصدعا من غشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يسركون هو الله الخالق البارئ المصفر له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم